راهنا رصيده السياسي في سبيل ما وصفه بمشروع الإصلاح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يمرر نظام التقاعد المثير للجدل وجاعلا منه أبرز مشاريع ولاية رئاسية الثانية رغم تفاقم الغضب الاجتماعي الرافض له مشروع القانون الذي سيرفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما أصر ماكرون على تمريره استجابة لتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد ولشيخوخة السكان حيث جرى اعتماده وفق مادة في الدصور تسمح بتبني نص من دون الحاجة للتصويت عليه في الجمعية الوطنية وهي أحد الأسباب التي أشعلت التظاهرات في العاصمة باريس ومدن أخرى حيث يرى المعارضون أن النص غير عادل ولا سيمة للنساء والعاملين في وظائف صعبة نقابات عمالية دعت لتصعيد الاحتجاجات والاضطرابات بالتزامن مع حضر الشرطة الاحتجاجات في ساحة الكونكورد وجدت الشانس إليزي في باريس بعد الاضطرابات التي تشهدها البلاد وتحديدا بالقرب من مقر الجمعية الوطنية وقصر الإليزي الرئاسي وقد تغلق مصفتان في الأقل هما بترونيوس وتوتال اندراجي في موعد نغصاه بعد الاثنين وفقا للكونفيدرالية العامة لشغل ويعطل المضربون حاليا شحنات الوقود فيما تستمر الإضرابات بالتناوب في قطاع السكاك الحديدية ماكرون الذي لطالما حاول أن يمنح نفسه هالة أكبر من حجمه عبر تصريحات يصفها مراقبون بأنها ليست أكثر من زوبعة في فنجان فيما أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وحكومته باتا على حافة الانهيار أكثر من أي وقت مضى وذلك بعد تمرير قانون حول رفع سن التقاعد بدون تصويت ماثر الردود فعلا عنيفة داخل البرلمان وفي شوارع البلاد